استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الضحية الجنوبية للعاصمة بيروت ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات في الهجوم وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طائرة حربية معادية من طراز F-35 قد شنت غارة بساروخينة مستهدفة مبنى لشقة في منطقة بالضحية الجنوبية لبيروت من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قياديا بارزا في حزب الله اللبنانية بما يشكل تصعيدا حادا في العمليات القتالية بين إسرائيل وحزب الله من جهتها زعمت صحيفة يدعوت أهرانوت الإسرائيلية أن إبراهيم عقيل قائد مجموعة العمليات في حزب الله قتل خلال الغارة الجوية الإسرائيلية على الضحية الجنوبية لبيروت